لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أك رد بعقل أحبا نقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المساق رحب بكم أعلى مشاهدين حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وإنمان حلقتنا النهاردة تقديم النقل على العقل أصل الكفر عند ابن حجر وإحنا ما زلنا في التحسين والتقبيح الشرائيين عند العشاء عرام وإيه اللي بيترتب عليه وقبل ما نبدأ في موضوع حلقتنا هنرجع لشرح ابن حجر لحديث البخاري وتعليق الشيخ البراق اللي قلناه قبل كده في الحديث اللي فيه سعيه البخاري اللي بيقول وقال إن أحدكم إذا قام في صلاطه فإنه ينجي ربه أو أن ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبسق فيه ورد بعضها على بعض قال أو يفعل هكذا ابن حجر لما شرح حديث وقال وفيه أن البساق طهر وكذا النخامة والمخاط خلافا لمن يقول كل ما تستقذره النفس حرام ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع فإن الجهة اليمين مفضلة على جهة اليسار وإن اليد مفضلة على القدم الشيخ البراق قال إن مذهب الأشعارة إن الأشياء في ذاتها ومستوية الاشتراكها في الصدران المشيئة إنما تكسب الحسن والقبح بالشرع فالحسن ما أمر به الشرع والقبيح ما نهى عنه فالحسن والقبح عندهم شرعيان لاعقليان وإحنا تكلمنا عن يعني إيه؟ إن الأشياء في ذاتها مستوية الأشياء مستوية يعني كل الأفعال المتساوية وبكده يعني مثلا الزنا زي الزواج والربق زي البياء في الناس مش بتعرف تميز بين الفعل وعكسه إلا في حالة وجود شرع وبدون شرع الناس لا تميز بين الفعل الحسن والقبيح والنهار ده هنشوف الشيخ البراق هيوضح نقطة مهمة الشيخ البراق بيقول فكل عاقل يدرك قبل ورود الشرع فضل الواجهة على الضبر وفضل اليد على الرجل وفضل اليمين على الشمال فتطابق على ذلك الشرع والعقل والشيخ البراق بيقول إن الإنسان العاقل يدرك كبح الأشياء وحسنها وبعد كده الإنسان تكون له قدرة ومشيئة إنه يفعل أو لا يفعل وحنا هنركز على إن الإنسان العاقل يدرك يعني الإنسان بيساوي عقل وإدراك زي قدرة ومشيئة زي فعل وإحنا هنثبت إن بالتحسين والتقبيح الشرعيين عند الأشعارة نتجتهم إنهم بيلغوا العقل والإدراك والقدرة والمشيئة والفعل وهنشوف الحلقات الجاية وهناخد كل جزء من المعادلة دي في حلقة مستقلة وأول شيء هنتكلم عنه هو العقل والإدراك وده من كلام الشيخ البرق بيقول إن الإنسان العاقل بيدرك كبح الأشياء وحسنها والأشعارة أو اللي بيمثله ابن حجر بيقوله إن مصدر التلقي عندنا العقل وإن اللي بيقول إن النقل قبل العقل ده أصل الكفر أو مع تخليف الحكم بيقوله إن أصل الضلالة والكلام ده إحنا شفناه في كتاب منهج الأشعارة في العقيدة سفر الحوالي وعلى هذا جرع المعاصرون منهم ومنها أولئك السابقين من صرح بأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر وبعضهم خفافها فقال هو أصل الضلالة يعني اللي بيقول قال الله قرى رسوله قال رسوله يعني النقل قبل العقل بيقوله إن ده أصل الكفر أو أصل الضلالة فلما الأشعارة قالوا إن مصدر التلقي عندنا العقل توقعنا إن الأشعارة هيقولوا إن تحسينه التقبيح عقلي لكن المفاجأة إن الأشعارة قالوا دينا لأ التحسين والتقبيح شرعيين مش عقليين يعني الأشعارة في التحسين والتقبيح قالوا إن يلغي العقل ولما ألغوا العقل ألغوا الفترة كمان معيها أو معي يعني ألغوا العقل والفترة لأن التحسين والتقبيح عقلي فتري يعني فيه تطابق بين العقل والفترة واللي هيلغي العقل هيلغي الفترة برضو وبكده هيكون عند الأشعارة الإنسان بيساوي لا عقل ولا إدراك زائد قدرة ومشيئة زائد فعل وطبعاً لا عقل ولا إدراك لأنهم قالوا أن التحسين والتقبيح شرعيين يعني العقل لا يدرك أو بمعنى آخر لا يميز بين قبح الأشياء وحسنها والكلام ده قاله ابن حجر بكل وضوح في سهل بخاري كتاب العلم باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكول العلم إلى الله بيقول كده أن العقل لا يحسن ولا يقبح وإن ذلك راجع إلى الشرع فما حسنه بالسناء عليه فهو حسن وما قبحه بالزم فهو قبيح وخلينا نشوف ابن حجر بأكد الكلام ده في مرجع آخر في سهل بخاري كتاب الأحكام باب الاستخلاف بيقول إيه؟ لأن العقل لا مدخل له في الإجاب والتحريم ولا التحسين والتقبيح يعني العقل لا يحسن ولا يقبح لأنه لا يدرك الحسن والقبيح لأن الأفعال زي ما احنا قلنا قبل كده مستوية يعني إيه الأفعال مستوية؟ يعني متساوية فالعقل لا يدرك أو لا يميز كبح أو حسن الأشياء إلا بالشرع زي كده الزنا والزواج الإنسان ما يعرفش يفرق بينهم إلا بالشرع وبكده بالشرع وطبعا ده عند ابن حجر والأشعارة طبعا وخلينا نتأكد من الكلام ده من الشيخ أحمد الحزيمي هنشوف هيقول لنا إيه في البديو اللي جاي فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده صحيح؟ هو شرك في نفسه قبيح قبل النهي وبعده والسرقة قبل النهي وبعده هي قبيحة وكذلك الزنا وقص عليه سائر على الفواحش فمن قال إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي فهو بمنزلة من يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي وأما قبل النهي فليس بشرك وهذا مذهب الأشاعر وهو باطل قبل النهي هل الشرك شركون؟ نقول نعم لكن يلزم مذهب الأشاعر بعدم التقبيح العقلي قبل الشرع أنه لم يكن شركا إلا بعد النهي فلا يسمى شركا إلا بعد أن جاء النص وليس الأمر كذلك وليس الأمر كذلك قال وليس شركا قبل ذلك ومعلوم أن هذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي وبعده والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده والفاحشة كذلك وكذلك الشرك هو شرك في نفسه وهو قبيح كذلك قبل النهي وبعده لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك نعم الشارع كساها بنهيه عنها قبحا إلى قبحها فازدادت قبحا بعد النهي فكان قبحها من ذاتها وازدادت قبحا عند العقل بنهي الرب تعالى عنها وذمه لها وإخباره ببغضها وبغض فاعلها كما أن العدل والصدق والتوحيد ومقابلة نعم المنعم بالثناء والشكر حسن في نفسه توحيد حسن في نفسه وشكر المنعم على نعمه هذا على إنعامه هذا حسن في نفسه وازداد حسنا إلى حسنه بأمر الرب به وثنائه على فاعله وإخباره بمحبته ذلك ومحبته فاعله إذن خلاصة هذا البحث الذي مر أن الأسماء تابتة قبل البعثة قبل الرسالة قبل القرآن قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم فكل من تلبس بالشرك فهو مشرك وهذا قبل البعثة وقلنا عليه عامته عامة السلف ودل عليه كتابه والكتاب والسنة الشيخ الحزيمي بيقول إن الشرك في نفسه قبيح قبل النهي وبعده استركة برضه قبيحة قبل النهي وبعده والزنة وغيره من الفواحش واللي يقول إن الفحشة والقبائح والأسام إنما صارت كذلك بعد النهي زي ما بالزبط ما يقول إن الشرك بقى اسمه شرك بعد النهي وبعد النهي هنا يعني بعد ما جه الشرع نهى عنه وده مسهب الأشعرة هم اللي بيقولوا إن قبل ما جيء الشرع الشرك لا يعتبر شرك وده بسبب التقبيح الشرعي والشيخ بيكمل ويقول وإن ده ضد العقل والفطرة ولما الشرع يجيه كسل قبيح كبح إلى كبحه فازداده كبحا بعد النهي وكذلك التوحيد والعدل وغيره حسن في نفسه فلما جه الشرع ازداده حسنه وده عكس كلام طبعا ابن حجر لأن ابن حجر بيقول إيه لأن العقل لا يمدخل له في الإيجاب والتحريب ولا التحسين والتقبيح وخلينا نرجع نشوف المعادلة مرة كمان الإنسان بيساوي لعقل ولا إدراك وده أثبتناها من كلام ابن حجر زائد كدرة ومشيئة زائد فعله هنا في نقطة مهمة جدا لعقل ولا إدراك وده بيساوي إلغاء دور العقل تماما وده معناه الشرع فقط يحسن ويقبح يعني لا فرق بين الحسن والقبيح قبل الشرع وبمعنى أوضح الشرك هو التوحيد والتوحيد هو الشرك الكذب هو الصدق والصدق هو الكذب ودلوقتي أنا هعمل ملاحص لحلقة النهاردة النهاردة اتكلمنا عن نتائج التحسين والتقبيح الشرعيين اللي بيعتقدوا بيهم أو اللي بيعتقدوا بيه الأشعارة وابن حجر طبعا وشوفنا الشيخ البراك قال فكل عاقل يدرك قبل ورود الشرع فضل الوجه على الدبر وفضل اليد على الرجل وفضل اليمين على الشمال فتطابق على ذلك الشرع والعقل وبكده الإنسان المفروض أنه عنده عقل وإدراك وقدرة ومشيئة وفعل والأشعارة المفروض مصدر التلقي عندهم هو العقل لكن عند التحسين والتقبيح قالوا لا مصدر التلقي الشرع يعني العقل لا يحسن ولا يقبه لأنه لا يدرك الحسن والقبيح وأن الحسن والقبح شيء واحد لأن الأفعال متساوية بالتالي يراحوا اللغ العقل وابن حجر أكد الكلام ده وقال إن العقل لا يحسن ولا يقبه وأن ذلك راجع إلى الشرع وبكده مش بيعرفوا يفرقوا بين الفعل وعجسه غير لما ينهى عنه الشرع وبكده ألغوا العقل ومعروف أن التكليف مش بيكون إلا بوجود عقل مدرك ومميز فلو كان العقل غير مدرك وغير مميز فإيه فهدت الشرع وتبوني الحلقة الجاية علشان نشوف الجزء الثاني من المعادلة إزاي التحسين والتقبيح الشرعيين بيلغوا قدرة الإنسان وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أترد بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا أترد بعقل فإذا يسرحنا